من المقرر أن يعقد وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم اجتماعاً في بيونيس آيرس للبحث في التهديدات التي يوجهها النمو الاقتصادي العالمي وخصوصاً خطر اندلاع حرب تجارية وحدوث أزمة في الدول الناشئة ومهدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد منذ الأربعاء لتأكيده أن الحرب التجارية يمكن أن تكلف إجمالياً ناتج الداخلية العالمي مئات المليارات من الدولارات